لكن هذه تمريرة في العمق عالية سريعة سريعة هذه المرة الثالث الثالث هذه المرة استطاع دين يلسون جونيور أن يسجل بعد أن كان متحمسا بعد أن كان مشتاقا لهز الشباك فعلا هز شباك الرائد وسجل الثالث وثبت النقاط الثلاث للفيصلي ثلاث نقاط جديدة للفيصلي بعد أن عاد لسكة الانتصارات من بوابة الاتفاق في الجولة الماضية كانت مثيرة كانت صعبة لكن في هذه الجولة هي أسهل بكثير من الجولة الماضية هي أسهل بشباك نظيفة وبثلاثة أهداف رائعة سجلت في مرمى الرائد عن طريق مندش ويزيد البكر وجاءت الزيادة عن طريق دين يلسون جونيور البرازيلي لكي يسجل الثالث ويصعد الفيصلوية ترجمة نانسي قنقر